أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس على دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة وطالبت اللجنة التي عقدت اجتماعها في عمان بضرورة إزالة جميع المعيقات التي تقيد حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس